إذن عبدالوحد السيد مدير الكرة في الزمالك وهو بينسف هذا الكبري من ناحية دي طب نسف الكبري من الناحية الدنيماركية بقى الكبري اللي وصل للدنيمارك ده مدرب ميتلند الدنيماركي ألبرت كابياس الرجل اتكلم عن دوره في ترشيح إمام عشور لميتلند هل الآله كان متفق مع المدرب الأجنبي كمان نشوف كان فيه كلام بيتقال هنا في مصر إن احتراف إمام عشور في نادي ميتلند الدنيماركي كان مجرد كبري عشان يقدر ينتقل للنادي الأهلي لا 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 الطريقة التي وقعنا بها مع إمام وعلى الأقل من وجهة نظري كمدير فني أنا كنت مؤمن به تماما ووقعنا معه كلاعب يمكنه البقاء في الدنمارك لعدد من السنين ربما سنتين أو ثلاثة ومع هذه المعلومات الموتاحة لدي لا أعتقد أن ذهابه للدنمارك لم يكن كجسر أو كبري لكي يعود إلى نادي آخر أنا كنت أستخدم إمام لكي أبني فريق في الدنمارك ربما كان سيلعب في الدنمارك ثم ينتقل إلى نادي أكبر ودوري أكبر في أوروبا هذا ما كنت أتوقعه وأعتقد في نهاية الأمر أنه انتقال جيد جدا بالنسبة لإمام ويعطيه الثقة مرة أخرى لأنه سيلعب في الدور الذي يعرفه والأجواء التي يعرفها والأمور ستصبح أكثر سهولة في استعادة الثقة تخيل بقى أنك أنت تسأل المدير الفني الميتلند وكان ميتلند أنادي مغمور مالوش يعني والدنمارك ده فريق مجهول مالوش تاريخه بطل أوروبا في كرة القدم وفي بطولات العالم يحقق المستويات المتميزة هل لهم إيه الكلام ده؟ أنا مختانع بيه جدا أنه كنت أخده عشان يبقى مرحلة ما معناها استثمارية يتنقل فاندية أكبر هو الراجل ما كملش مع فريقته بس أدي الفكرة كلها لكن فده غير حاجات لكن يعني طيب أدي مدير الكرة في الزمالك وأدي المدير الفني في ميتلند طيب يمكن حد بقى يمكن في إدارة الطرق والكباري هو اللي عمل الموضوع ده وإحنا مش عارفين يعني أعتقد ده كلام يهد وينسف كل مقولات الكباري الباطلة واللي هدفها باستمرار تشويه أي جهود لمسؤول الأهل في العمل على تدعيم الفريق وأيضا في رسم صورة سلبية قاتلة جدا الأجيال بعد كده لما بتتنقلها بتدين طبع سلبي جدا زي موضوع لعبة الإسماعيلي في دقيقة واحدة يعني ومحدش بيتكلم فيها بعقلانية شوية يعني الإسماعيلي يبيع أحمد فاتحي لشيفلد شيفلد يونيتد الإنجليزي مرت إيه؟ طيب الأهل يروح يجيبه من شيفلد طب ما هو الأهل باع أحمد سمير فرج لفرنسي سوشول فرنسي راح لإسماعيلي جابه إيش معنا ده كبري وده معدية طيب النادي الإسماعيلي باع محمد بركات لأهل جدة أهل جدة لعب معه سنة وخد الكاس باعه للعرب القطري اتعرض للبيع في العرب القطري الزمالك دخل والأهل دخل الزمالك تراجع وقال لك بركات عنده غدة درقية راح الأهل جايبه أصبح الأهل هو اللي واخده من الإسماعيلي ما تفهمش إزاي رغم أن الأهل لما عصام الحضري هرب من الأهل واخترق عقده وراح سيون السويسري الإسماعيلي راح جابه إيش معنا الأهل كبري البركات والإسماعيلي مش تحريض العصام هو محرده بس إزاي أنت مبصدش وراح زمالك الزمالك ما هو راح لإسماعيلي وبعد كده راح الزمالك وهو عنده المشكلة اللي جابه من سيون السويسري الإسماعيلي طيب هل حد بص للمسألة بهذا النقل؟ وجودة خد بقى طب وانت لما تاخد محمد جودة ابني نشيء النادي الأهل بعد ما راح تركيا وما ينفعش الأهل بقعه لتركيا انتقل للإسماعيلي انتقل للإسماعيلي طب لما عماد النحاس يتبع للنصر السعودي والأهل يجيبه من النصر دعمات النحاس لعب مش ناشئ للإسماعيلي بينما انت خد محمد جودة ناشئ النادي الأهلي ابني مدرسة الكورة في النادي الأهلي خدت إبراهيم سعيد ابني مدرسة الكورة في النادي الأهلي خدت هاني سعيد ابني مدرسة الكورة في النادي الأهلي خدت عصام الحضري حارس الأهلي وأفضل حارس في أفريقيا هتعد احمد صديو هتعد ناس كتيرة قوي 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 وفضلوا يعني واحمد صلاح حسني كتير جدا وحمد صامي وسام عباس كل دول اسماعيل خدهم اشمعنا حق الاهل مهدر لما يتعامل احترافيا مع لاعب اتباع انت بتبيع اسلام الشاطر للزمالك فينقلوا الاتحاد جد السعودي فالاهل يجيبوا فيبقى لا دا كبري بصوا هي فن الاتهام باستمرار نكمله في العتة دي هم بيقولوا الكلام دا عشان يقولوا سبب مشاكل الاسماعيلي الان هو الموضوع اللي حصل سنة اذنين والك الالف فرغ الاسماعيلي من افراده طب انت 2003 و2004 2005 و2006 ابتدت اللعيبة التي مرت على اسماعيلي ومش من ابنائه وخرجت والالي جابهم وثلاث لعيبة كانوا عندك خدهم الالي بفلوس بالشكل المباشر محمد عبدالله عبدالله السعيد شريف عبدالفضيل بشكل مباشر ببيعوا شرق وخدت محمود شيكو وخدت احمد صديق وخدت اللعيبة من هذا الالي في تبادل وفلوس وفلوس كويسة وكان الالي يستطيع ان انتظر 6 شهر ياخد اللعيبة دي ببلاشة طيب هو انت بفطرة اللي انت بتقول تم تفريغ اسماعيلي من نجوم الكبار دول كانت نتائجك ايه تنافسية اتخذت الكاش من النادي الاهلي وقته انت لعبت فينالات في بطولات مختلفة مع النادي الاهلي وغيره انت وصلت الى مبارات فاصلة مع النادي الاهلي طب الاهلي بقى معد ما خدش منك حد تقريبا واحد او اتنين في العشر سنين اللي فاته دول قولني هو ده اللي هو اعجد الوقتي اللي هو اعجد الوقتي ان عندك ازمة مالية في القيد وازمات تسببت في انك عمال دخلت بديلمة زي بتاعت الزمالك بتجيب لعبها بتدهاش حوقة بتطلع ترفع عضايا بيبقى عليك سببها ابتدى بابراهيم حاسن اللي انت خدته من النجوم وعليك شرط جزائي وديته للزمالك دون ان تراحل الشرط الجزائي على نادي الزمالك خدت 15 مليون اتحكم عليك بـ 25 مليون يبقى مين اللي حدتك في هذا المقطق الاهلي ليه ما بتبحثوش الحقيقة عشان يا جماعة المسألة مش مسألة النراوج للكراهية وبس الموضوع بسيط ومختصر انت نتائجك في عز ما بتقول فراغني كانت هيلة جدا والاسماعيل كان منافس ومنافس قوي جدا النهاردة ما بتاخدش فلوس من نادي الاهلي غير في محمود متولي اللي اتباع بشكل مباشر لكن لما عواد يروح بتمرد يروح مش حالعب ومش عارف ايه لا ما خلاص وغير عواد وغير يعني الباك اسمه صالح صالح اللاسمر ده وبرعيم حاسن نفسه يعني راح وجيه كذا مرة وبعر المحمد راح ورجع وبعر محمد النهاردة فين في المصر في المصر لا لي ماليش دعوة بس ما حدش بقى سوالي وجيه اللي قالي كان حيبقى قصة ليه انت كرست فكرة ان الاهلي عايز يوقعني يوقع عليك ليه الاهلي عايز يوقعك ليه الاهلي حاول يوقف جنبك ده اسماعيل ابي عثمان يعني لما كان كابتن صالح كانت العلاقة بين ابو الإسماعيلي على اعلى ما يرام واللي كان عايزه الإسماعيلي كان بيعملهوله كابتن صالح درجة انه ده الوكاس والناس زائلت من المهانسة اسماعيل عثمان ايام المهانسة عثمان احمد عثمان عايزين هاني مصطفى عايزين طي اسماعين عايزين مش عالي اتفضل وخدوا ريعه وخدوا بيه البطولة دي لعبة النادي الاهلي وكنا سعداء بالعلاقات دي لكن ايه الفكرة اني لازم اننا يعني اتاجر بالكراهية يا استاذ ابراهيم احنا هنا معنين بالحقيقة انا عايز حد ينقشني في الحقيقة مش بالانطباع ما يجيش بقى يقول لك اصلا انتو عاملين نفسك اصلا انتو بتساعدوا علي كذا ليه بنعمل ايه وانا عملتوا واحد اتنين تلاتة وده يساعد على كده بالضبط فانيقول لك والله دي كده هدفك اه ما خدناش بنا احنا متأسفين بس لكن انت بتبني احكام على معطيات غلط جدا ومعلومات كاذبة بنديلك حقيقة موساقة بنقول لك فكر فيه هادي اللي بنعمله وبعد تيجي تقولي ان عدتم عدنا بالعكس ده انا اللي عايز اقول لك انا ما تجيبش سيرتك طب ما تجيبش سيرتي هتلاقييني ما تجيبش سيرتك مستحيل هارض عليك في ايه اه